ترأست سعادة سيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض اجتماع مجلس إدارة الهيئة في مستهل الاجتماع عربت وزيرة السياحة عن خالص تهانيها وتبركاتها إلى السيدة سارة أحمد بوحجي بمناسبة نيلها ثقة الملكية السامية وتعيينها رئيسا تنفيذيا لهيئة البحرين للسياحة والمعارض مهنئة نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع والمدراء الجدد المعينين بالهيئة هذا واطلع المجلس على تحضيرات هيئة البحرين للسياحة والمعارض لاستضافة بطولة دي بي وورد تور لأول مرة في البحرين مطلع شهر فبراير القادم بل إضافة لاحتضان المملكة للذكرى العشرين لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورميلا وان الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لموسم الفين واربعة وعشرين من التاسع والعشرين من فبراير وحتى الثاني من مارس المقبل والوقوف على جهزية الفريق المعني من الهيئة لتلبية متطلبات النجاح المنشود لهذه البطولة العالمية كما ناقش المجلس آخر المستجدات في القطاع السياحي للربع الرابع من العام الماضي والتقدم في تنفيذ مجمل أهداف ومرتكزات الاستراتيجية السياحية الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين وأبرز المشروعات السياحية التي تم تدشينها وانعكاساتها على تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة في سياحة المعارض والمؤتمرات ومختلف قطاعات سياحة الأعمال